الانسداد المفتعل الصدر يضرب الإطار بزخم الأمن الغذائي ويضع تياره أمام خيارين المعارضة أو الانسحاب فهذان خياران أمام المعارضة وأمام الانسحاب في خمس دقائق يلخص زعيم التيار عقبات الإطار بوجه الأغلبية الوطنية الانسداد المفتعل ولن أشترك معهم في تشكيل الحكومة ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية يتحدث الصدر عن مخططات الخصوم ويحذر العراقيين من هتافهم بالإصلاح شعارة الأغلبية في الانتخابات تراجع عنها والأغلبية نفسها ملك صرف واليوم لا يريدون إلا التوافق وقد تراجعوا عن أقوالهم التي كانت لهم دعاية انتخابية بأن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا لنواب الكتلة الصدرية حديث آخر قد يربك المشهد ويعقد الحسابات إن كان وجودكم عائقا أمام تشكيل الحكومة فاكتبوا الاستقالة وانتظروا الإعازة في قبل الأيام يخاطب الصدر أنصاره فإن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة زادهم الله شرفا مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وليعصوا لي أمره من جديد يتمسك الصدر بالأغلبية ويرهن بها إصلاح العراق أما أنصاره المتأهبون من البرلمان إلى الشارع فهم رهنوا الإشارة لتغيير معادلة التعطيل المستمرة منذ ثمانية أشهر ترجمة نانسي قنقر